اشهد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوى في اجتماعه الدوري الذي عقده برياسة امير عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو هجل بالصمودة البطولية لابطال الوية العمالقة وقوات دفاع شبوى المرابطة في بيحانة في التصدي الحازم لمحاولات ميليشيا الحوثي الانقلابية للتسلل الى النطاق الجغرافي للمحافظة خلال الايام الماضية واكد هجل وقوف قيادة المحافظة وكل ابنائها الى جانب ابطال الوية العمالقة وقوات دفاع شبوى وتقديم الدعم والتسللات اللازمة لها حتى تتمكن من القيام بواجبها الوطنية في افشال كل محاولات التسلل الحوثية لاراضي المحافظة واطلع اعضاء المكتب التنفيذي من وكيل المحافظة المساعد لشؤون المديرية الشمالية الغربية محمد الفاطمي على الوضع الميداني للعمليات الحربية في بيحان والانتصارات الكبيرة التي تحققت في مواجهة محاولات التسلل التي قامت بها مليشي الحوثي المدعومة من ايران في بعض مواقع المواجهة